المنطقة على فوهة بركان إيران وحلفاؤها يحضرون لرد منصق مركب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران والقيادي البارس في حزب الله فؤاد شكر في بيروت ما يهدد بمواجهة شاملة في المنطقة موقع أكسيوس نقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين مؤكدين أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشناني هجوما منصقا أو سيعملاني بشكل منفصل المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون توقعوا أن يكون انتقام إيران من نفس قواعد الهجوم الذي شنته في الثالث عشر من أبريل الماضي والذي استهدفت تهران فيه جنوبية إسرائيل وخاصة قاعدة سلاح الجو ووسط هذه الاستعدادات كشف دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات أن محاولات دول مختلفة لإقناع تهران بعدم تصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون سريعا وقويا وخلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني أكد رئيس البرلمان محمد باقر قالي باف أن القوات المسلحة الإيرانية ستلقن العدو درسا تاريخيا مهددا إسرائيل وأمريكا بدفع الثمن على ما فعلوا وأخيرا أمر وزير الدفاع الأمريكي بإرسال سرب مقاتلات إضافي إلى الشرق الأوسط وهي خطوة تعزز قدرة الدفاع الجوي الأمريكية بعدما ساعدت المقاتلات النفاثة الأمريكية في إسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل خلال ضربة أبريل الماضي هذا وتتجنب شركات طيران عد المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان ففي وقت دعت دول رعاياها إلى التعجيل بمغادرة لبنان ألغت شركات طيران رحلاتها نحو مطار بيروت أو علقتها حتى إشعار آخر فيما ارتفع عدد شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل إلى خمس عشرة شركة اشتركوا في القناة